بسم الله الرحمن الرحيم احد الزملة معنا في القناة كان طلب انه لو انا ذكرت ابحاث بقى في شغل ان انا تكنولوجيا خلاص وتعيبت وعملتها وبعدين جم وده طبيعي بيحصل مش رفين يقولك طب وريني بقى اللي انت فهمت او اللي انت تعلمتو انت عايز تسجل معنا مثلا في ماجستير انت قريت ايه بقى وريني اللي انت قريته ده واعرضه قدامنا في سورة بريزنتيشن طبعا كل مدرسة علمية وليها طريقتهم وليها شغلهم في البيزنتيشن ساعة الدكتور هو حدد لك يقولك انا عايز ايه عامل لي كذا عامل لي كذا عامل لي كذا انا هنا هقول لك الكلام اللي انا عرفه واللي كان بيحصل معي او مع غيرنا من الزمل اللي انا اشتغلت وسطيهم يعني وهقول لك كلام عام يحاول ينفع مع يعني ايه عموما كده لو انت المشرف حدد لك طريقة معينة تشتغل بها ازاي اقول لك اللي انا عرفه يعني طبعا اول حاجة انو البيزنتيشن ضروري تكون مختصرة يعني انا اعرف ناس مثلا في الدكتوراه بعد ما اخلص دكتوراه مثلا نشر ستة ابحاس ولا حاجة المشرف قاله ناقش لي الدكتوراه كلها في عشر دايق وربع ساعة فتخيل انت لما تعرض بقى ابحاسك انت اللي اشتغلت فيها بقى لك تلات ربع سنين في ربع ساعة فتخيل بقى لما تكون تعرض ابحاس مش ابحاسك انت فساعات الدكاترة بيبقوش عايزين ايه وقت كتير يضيع فانت ممكن تعمل حسابك عن النقية لو انت هتغلت بيبر معينة كل البيزنتيشن بتاعتك تبقى حوالي عشر سلايدز خلاص طيب في حاجة لازم تكون شايفها كويس بعد ما انت قاريت البحث وفاهمته وتعلمته واحدة بواحدة هتبتيت يتعلم انه ابحاس التطبيقية في الشغل الماضي نانومترية له زي سطنبة كده له كده خطوات ثابتة او له اجزاء ثابتة الابحاس كلها ماشية في اطارها اول حاجة طبعا انت بتقرى تايتل بتقى فهمت تايتل كويس قاريت ابستراجت وفهمتو كويس تلاقي تحتيه كيووردس تبقى فهمتها وتعلمتها عشان تقدر تتطور على امحاس شبهها بعد كده قاريت انتروداكشن وكلمنا عنها بها كتير خاصة وانت فهمت انتروداكشن واجزاءها فهمت ان هي بتبقى من الواسع للدقية بيشرح الاول المشكلة وبعايدين طرق حلها وبعاين طريقة معاينة منهم معاينة المواد النينومترية المستخدمة في الطريق ده وبعد كده مادة معاينة اللي هو بيشتعل عليها بعد كده بقى ايه تفاصيل التطبيق اللي هو حيشتعل عليه بعد كده انت فهمت ان انتروداكشن وفهمت ان فيه خطوات لتحضير المادة خطوات لاجراء التطبيق وهكذا بعد كده انت فهمت ان النتائج بتبتدي دايما الاول من يعني الاساسية والتيم والسيم والحاجات اللي زي كده في بعض الناس بتكتب الميكانيزم ازاي المادة نانو تكونت بيحاولوا يفهموا تكون المادة ازاي لو هو اشتعل مثلا هيدروسيرمل يحاول يفهم ايه اللي حصل بول هيدروسيرمل خلال فترة التجارب لو هو اشتعل ببرستيشن فيه ناس ما بتحبش الحتة بها بتعملها شديد حتة مش مشهورة قوي لكن بتأوي الأبحاث يعني اللي بيتطرقوا للجزء ده بيبقى عندهم ايه يعني عندهم خبرة سنة زيادة في شغل المواد النانو متريا يعني بعد كده بتلاقي بقى ايه النتائج انت خلاص خلصت وزي ما انتفقنا في بعض النتائج الكاركتريزيشن التانية المفروض ان هي تكون مرتبطة بالتطبيق يعني مسلا الناس بتشتعل سولار سيلز طبيعة هيكونوا عايسين اوبتيكال بروبرتز ممكن ناس شغالة مسلا معالقة مية الاغلب العام هيبيركزوا على مساحة السطح البي اي تي سيرفس اريا وهكذا بعد كده راح تلاقي التطبيق يشرح لك بقى ايه النتائج الكويسة اللي طلعتها المادة النوم متريا في التطبيق بعد كده الميكانيزم بتاعها ازاي المادة النوم متريا قدت النتائج الكويسة دي بيحاول يفهم بها ايه اللي حصل على مستوى المادة النوم متريا على مستوى الزرات على مستوى الالكترونيات وهكذا بعد كده ساعات بيعمل ساعات بيعمل مثلا بعدما المادة النوم متريا عملت شغل ساعات بيصور تيمة مثلا المادة النوم متريا مع بكتيريا عشان يشوف ازاي المادة هجمت البكتيريا وهكذا فساعات بيحاولوا يفهموا اكتر ايه اللي المادة النوم متريا عملاته قوي دورها في ليه عملاته. برضو اللي بيتقل في الحيطة دي بيبقى عنده عمق اكتر شوية في شغل الماضي النونومتري. آآ بعد كده طبعا بنوصل الكونكولوجن في الاخر اللي الباحث بيحاول يقول فيها جميعا انا كانت الفكرة اللي عندي كانت صح. انا قلت لكم ان انا عندي فكرة نيائز كزا او مسلا اعمل كزا او اجرب مادتين مع بعض. وفعلا لما جربنا المادتين دول مع بعض. انا حدرتهم مظبوط. وقدي عملت لهم توصيف وازبطوا انه انه هو نتائجهم تلعت صح او تحضرت صح. معهمش شوائب معهمش اي مشاكل تانية. وانا اتعملت التطبيق بنفسك هو ديك وشفت التجربة اللي عملناها وطلعنا النتائج وعيدة جدا بتزبط انه فعلا المادتين اللي كانوا مع بعض احسن من كل مادة لوحدها او كده. فهو بيحاول يزبط فيها هو مش بيعيد الابستراكت تاني. وبيحاول يزبط فيها ان هو كان كلامه مظبوط او وجهة نظر او فكرته اللي كانت عنده او بقى الكلام الاكاديمي انه الهايبوسيس بتاعه كان صح. الافتراض بتاعه كان صح. كان فرديت وانه هو لما يحط مادتين نانو مع بعض هتدي نتيجة احسن من كل مادة منهم لوحدها هو اثبت كلامه مظبوط فعلا. اه يهمني انت تبعي عارف ان مش كل الابحاثة بتمشي زي كده. بس انت لما تقرأ مثلا عشر خمسة شهر بحس هتلاقي نفسك بداية تفهم القصة مش شهر زي. يعني مثلا اللي بيشتغلوا مثلا في معالجة المية. هيلاقي مثلا اغلب الناس بتعمل مثلا ايه تجربة ودنين وثلاثة واربعة مثلا اربع اربع انواع معينة من التجارب. ممكن تلاقي بحس تاني راح عامل تجربة خمسة. بحس راح عامل تجربة ساتس. بحس راح عامل نفس التجربة الخمسة بس طريقة مختلفة. واحدة واحدة عايبتي تفهم الناس كده بتعمل ايه في الشغل معك على طول. يعني نفس الشغل ده هوت هتلاقي اه في كزا تكنيك بيستخدم. في كزا طريقة. في كزا معادلة بيحسبوها. في كزا نوع من نوع الفيتنج بيستخدموه. في كزا يعني كل باحث ولو جيتنظر اولو طريقته اولو اسلوبه في الشغل. بس في الاخر لما تجمعهم كلهم على بعض هتشوف الصورة الكبيرة. هتشوف الصورة الكاملة. هتشوف اغلب التطبيقات او اغلب المعادلات والحسابات والفنيات اللي بيعملوها الباحثين. خلاص? انت المفروض تعصر كل بحث من دولك بفاهمه كويس جدا. علشان لو انت مسلا هتلخص خمس ابحث للمشرف بتاعك او حتى لو هتلخص بحث واحد للمشرف بتاعك تبقى ايه تقدر تتكلم معي. حتى بغض النظر عن اللي انت هتقوله هو هيتعمق معك في الاسئلة. فانت بحتاج تكون عاصر للابحث كويس جدا وفاهمها كويس. طيب المشرف مستاني منك ايه في اول حاجة مستانية منك اول سلايد اللي بتقف كاتب فيها العنوان اللي انت هتشتغل مثلا عنوان البحث اللي انت هتعرضه او كده. كاتب فيها اسامي المشرفين بتوعك ووظيفتهم واسم الجامعة واللوجو بتاع الجامعة والحاجات دي. فحتي هيقول لي يا اسر دي حاجة سهلة هقولك ايه بس انا شفت فيها اخطاء كتير جدا ومشرفين بيزعالوا من حاجات لازي كده. بتلاقي اسم المشرف بالانجليزي مش مكتوب صح. آآ آآ يعني وظيفته مش مكتوبة صح. هو مثلا استاذ مساعد انت كاتبه مش عارف استاذ مش يعني هو استاذ مشارك مسلا انت كاتب استاذ مساعد هو استاذ دكتور انت مش عارف كاتبه ايه كده. ففيه حاجات بتبقى مش مش لطيفة في الحاجات دي. آآ الاخطاء في اسامي المشرفين يعني مش حلوة. المشرف بيحس ان انت مستهتر او انت مش مركز. فانت طبيعي تكون قري قري ابحص مشرفك قبل ما تقرأ ابحص غيره. يعني تفهم مشرفك بيعمله في دنياته نشر في ايه اخر مسلا سنتين. ايه اللي هو بيعمله. فضروري انت تكون فاهم مشرفك كويس. حتى لو مش في نهية مش نفس الاريا اللي انت هتشتغل فيها قوي بالزبط يعني. بس يعرف الناس انت بتشتغل وسطهم يعني او معهم. تبقى عارف اساميهم في الناشة تبقى عارف اسمهم من انجليزي مزبوط وهكذا. ما بقاش في اخطاء في اللوجو. اللوجو بتاع الجامعة واللوجو بتاع الكل اللي انت تشتغل فيها. الحاجات دي يسأل فيها الناس اللي قابلة منك شان تبقى عارفة. انا انا شفت مشاكل فيها كتير. تبقى موضح اسمك انت برضو تحت اسم المشرفين فوق اسمك انت بعد كده. حاجات زي كده. يعني فيه مشرفين بيتداي يقولك لا اسمك انت فوق واسم احنا تحت. يعني شوف بقى هما البروتوكول بتاعهم عامل ازاي? وهما ايه? الستايل اللي بيحبوه عامل ازاي? لكن ايه? حاول تركز في الاول سلايد دي بتبقى مهم يعني او طاية الاسلايد بتبقى مهم يعني. بعد كده المشكلة اللي انت اللي انت شغال فيها باختصار شديد. انا كنت بلاقي بعض الزملاء اعمل لي خمساشر اسلايد عن المشكلة. وبقى البشرية المعزبة والناس مش عارف ايه. يعني كل ده كويس وكل حاجة كنت خيرك انت عندك ناية طيبة لحل المشكلات بس المشرفين مش فضيين ومش هدى الهدف يعني. اه انت كده بيبقى ايه يعني يعني ممكن تقول ما اجتهدتش قوي في بقية البحث فانت بتعوض قلة الاجتهد ده بان انت بتحكي مشكل كتير. او بتتكلم عن مشكلة كتير. المشكلة المفهوم بيخدش اكثر من سلايد او اتنين بالكتير او. يعني انت اصلا اشتغل انت بكتيريا الممكن او لسلايد بتشرح فيها ليه المواد المسلا ليه البكتيريا بقت مقاومة مسلا للمولوزات الحيوية العادية. ايه انواع المواد النانومترية اللي بدأت تدخل كعلاج للموادات الحيوية التقليدية. لو انت اصلا شغال في معالجة المايا مسلا ايه المولوز اللي موجود في معالجة المايا ده? ايه خطورة المولوز ده باختصار شديد? وايه المواد النانومترية اللي بتعالج المولوز ده هو? باختصار جدا يعني. لانه المشكلة دي غالبا موجودة ممكن من قبل ما انت تتولد. فهو المشرف عريفة كويس جدا. يعني فما تطولش فيها كتير يعني. احنا هيمن ان انت ايه صل بالشغل بقى. انت هتشتغل فيها او انت هتعملاش الحل المشكلة. بعد كده المشرفين ساعات بيحبوا يعرفوا العلم او العلماء مهتمين قد بيبه المجال ده. يعني هزين يعرفوا عدد الابحاثة المنشورة مثلا في اخر خمس سنين في الشغل ده. هل المجال ده ميت? الناس ما بتقميتش تشتغل فيه كتير? ولا المجال ده طالع? الناس شغالة فيه. فخصصا لو فكرة جديدة. لو حد دخل على حاجة جديدة بشغلهم. فبيحبوا يتأكدوا ان الفكرة ذات قيمة او ممكن تتنشر في مجلة عالية. فاحنا كنا كلمنا في الجوزة ده قبل كدهوت اظن في سلسلة ازاي تطور مهاراتك كتالي بللصات عليا. ممكن ان شاء الله بنعمل لها فيديو لوحده. ازاي تجمع عدد الابحاثة المنشورة في السنين اللي قبل منك. علشان تشوف كيرف زي كده. كيرف زي كده بيقول انه فيه اهتمام كبير جدا للابحاث في كزا قاعدة بيانات. هو هنا دور على دور على 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 دور على كزا قاعدة بيانات. هنا بيقول لك انه ايه بدأ المجال يريح شوية في الابحاث اللي هي بدأ يستقر شوية ما بقاش فيه نشر كتير فيه. هي نفس عدد الابحاث تقريبا ما بقاش فيه اهتمام قوي. هنا برضو بقى فيه شبه استقرار. هنا يعني هو طالع اكتر بقى فيه حاجة طالعة زيادة. الكسرة لانه هو دي ما تزعلكش في حاجة. ده هو البحث غالبا معمول. يعني الكيرف ده اترسم سنة غالبا الفين واتناشر. فهي فيه ابحاث كانت مسلا في شهر تمانية الفين واتناشر اتقابلت عشان تتنشر على شهر يناير الفين وتل着 وتل着ش. شهر ثبراي الفين وتل着ش. فالكسرة دي ما زعلش في حاجة. الكسرة دي مفيش منها مشكلة. الكسرة دي عادية وتقليدية مفيش منها مشكلة. المشكلة كلاه لو اللي كان رسم الكيرف رسمه سنة الفين واتناشر. كل حاجة قبل الفين وتناشر اخر خمس سنين بيشوفوا ايه اللي حصل فيها فدي نقطة بتعكس اهمية المجال او بتعكس ان المجال ده حيوي والناس شغالة فيه ما بقاش مجال ميت او ناس ايه بطلت تشتغل فيه بعد كده المشرف بقى محتاج يعرف معلومة او هو عارفها بس عايز يتأكد ان انت فهمها عايز يعرف منك مثلا اسامي خمس ابحاث مثلا فيهم خمس مواد مختلفين او قريبين من بعض مطلعين نتائج عالية قوي ابحاث حديثة يعني ممكن لو انت اشغال مثلا في اخر 2022 يبقى كل ابحاثت منشورة 2022 ابحاثت منشورة في اخر سنتين بالكتير عايز يعرف الحاجات الواو قوي اللي منشورة في اخر سنتين المواد اللي مطلع نتائج حلوة قوي فعايز يعرف مسلا المادة مسلا ان احنا ايه خلينا نفطر دي نحن تشغالين في معالجة المواد عايز يعرف ان فيه مادة معينة مسلا اهي فلان الفرنية حضرها المادة دي مسلا قدر يطلعها كذا نانو هي على الاكسار دي ما فيش معها اي شوائب طلعها vertical size مثلا 30 نانو طلعها تم سفيريكل كويسة عايز يعرف اهم خصائصها وعين عايز يسمع اهم النتائج في التطبيق ان هي قدرت تشيل الملاوث بنسبة كذا في المية مش عارف لما عملها recycling قدرت تحافظ على نفسها المدل مش عارف كم cycle قدرت مش عارف كده اللي هو ايه ازاي التطبيق ازاي بتقول ان الملاوثات دي تشالت كويس من المياه ازاي بنسبة كفاءة المادة نانو مترية او اداءها ازاي بيد اس بقى كلاب عايز يسمع حتى ان ايه ان المجلة دي هي impact factor عالي وهي مجلة Q1 مثلا ولا Q2 ولا كذا احنا برضو كنا كلمنا ازاي تعرف impact factor تع المجلة وهو موجود على صفحة المجلة لو انت عايز تقدر ترجع له اغلبهم بموسيقة يعني فيه لو عايز تتأكد اكتر كنا تكلمنا ازاي تدخل جوا وبرضو ان شاء الله ممكن ما نعملها فيديو لوحده وموجود على يوتيوب كتير ازاي تعرف impact factor ازاي تعرف الكوارتايل الكوارتايل بيحتاج اشتراك على بنك المعرفة المصري لانه لازم تدخلوا جوا جوا بس عمات انساءها برضو باذنها مش صعب يعني وفيه طرق برضو تانية تعرفوا بيها المهم انه مش صعب باذن الله الدكاتة اللي بيحبوا يشوفوا المجلات القوية ويحبوا يشوفوا ال impact factor العالي ويحبوا يشوفوا النتائج المميزة عشان يبقى متأكد ان ان انت فاهم اعلى ناس في المجال اللي انت شغل فيه حتى لو المادة دي انت ما يدرش تحضرها قوي او انت ما عندكش الادوات اللي استخدمها الباحث او كده هم عايزين يعرفوا ايه اكتر مواد قوية جدا في التخصص ايه اكتر مواد عاملة شغل كويس جدا خصوصا احدث مواد الدنيا ماشي على ايه في يعني حديثا لان انت ممكن تشتغل على مادة سهلة تحضرها عندك في معاملك بس قديمة خلاص يعني ناس يعني اشتغلت عليها كتير فهيبقى النشر فيها صعب لان النشر ده تبقى التنفس فيه جديد برضو يعني فانت محتاج تبقى ملخص حاجة زي كده محتاج انت تكون بخلطة على الابحاث اللي في اخر سنة او سنتين ودورت على اقوى الابحاث اللي منشور خلاص او على الاقل المعلومة دي تبقى معاك لما يجي مشرف منهم يقول لك اتكلمني عن اهم 4 ا 5 مواد ايه نتائج عالية في التخصص ده بيقدروا يشيروا مثلا الملوث ده بطريقة عالية جدا وصلوا النسبة عالية جدا تبقى فيها لو انت مثلا بتشيل اي وانا هنفترض ان انت مثلا بتشيل صبغة من المية وانك انت مع الصبغات حاجة يعني ايه معروفة من زمان لكن هنفترض انت بتشيل صبغة من المية المشرف عايز يعرف مثلا ايه اقوى مواد نانومترية بتشيل مثلا اغلب الصبغة بتشيل مثلا 99% هل في حد قدر يوصل لـ 99 دي ولا مقدرش ايه اعلى نسبة الناس قدروا تشيلها من الصبغة دي في المية وايه المادة اللي قدروا تشيلها وليه ايه اللي خل المادة دي مادة كويسة كده يعني مش وقت اسئلة عامة كده في مجال تخصصها لكن المفروض انت الكلام ده اصلا تكون عارفوا في تمهيد الماجستير من قبل ما تخش اصلا في الدراسة يعني لو ما عرفتوش وده طبيعي جدا كلنا يعني ايه من تمهيد الماجستير ما بقاش تيلي قوي الدرجات دي او ما بقاش يعني متعمق قوي كل من الخامسة دول على فكرة الخامسة دول دي حاجة ليك انت او انت ممكن تعرضها قدام النهم عشان تفهم الحاجة الطب في مجالك اقوى حاجة في تخصصك لكن انت بقى في معاملك ده يعني غالما متوسط الحال مش متخصص قوي مش هيقدر ينافس الناس الجامدة قوي دي فانت بقى ايه اللي انت تقدر تقدمه بقى ايه الببر منهم اللي انت هتناقشها قدامهم بالتفصيل ايه الببر منهم اللي انت بتعكس بها فهمك للتخصص او فهمك للمجال او كده ممكن تكون واحدة منهم وممكن مش شرط في ببر تانية انت اخترتها فطبعا اول سؤال طبعا لازم نتطولش كتير خمسة سلايد ستة سلايدز حلوين قوي يعني المشرفين مش جايين يتفرجوا لسلايدز كتير المشرفين جايين اسمعوك انت 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 البرزنتيشن لكن المعلومات معاك في الورقة اللي قلت لك عليها انت تبقى طابع اول ورقة من البحث وتبقى انت ملخص نفسك البحث كله معاك انت بتعرض اهم النقاط بس فطبعا اول حاجة لازم تبقى فاهم ليه انت اخترت البيبر دي ايه الامباكت على البيبر دي عليك ليه انت اخترت البحث ده ممكن تكون اخترته عشان مثلا المادة سهلة تحضيرها الى حد ما الكيمويات مش موجودة او متوفرة عندك في معاملك المدية نتائج عالية الامباكت على المجلة معقول برضو مش وحش يعني امباكت كويس وهكزا المشرف مستني اسمع نوفلتي تاع الشغل ايه الجديد اللي في هذا الشغل فانت محتاج لما تيجي تعرض البيبر دي خلاص ما مترجاش تحكيله تاني وتقوله بقى الملوسات وخلاص ما انت حكيت لنا ان التوردكشان فوق في الاول لكن انا عايزين نعرف منك ايه الجديد اللي في هذا الشغل ايه نوفلتي عن اللي قبل منه فمحتاج تقوله مسلا في الشغل ده كان اول مرة يحضر المادة دي باستخدام مسلا المستخلص النبات الفراني مسلا ده اول واحد يحضره بالطريقة دي مسلا اول واحد قدر يوصل بالمادة لغاية خمسة نانو في الصيز ودي صيز صعب جدا ان حد يوصله مسلا اول واحد قدر يحضر المادة على شكل نانو رودز من غير ما يستخدم هيدرو سيرما مسلا اول واحد قدر يوصل مثلا تمانية وتسعين في المية محدش قدر يشيل تمانية وتسعين في المية قبل منه ده قدر يوصل اللي مش عارف لك وهكزا يعني قدر يحقق ايه الحاجة الجديدة لو قدر حققها ما حدش يعملها قبل منه. خلاص؟ أو يدري اشتغالها ما حدش يعملها قبل منه. بعد كده مستني يسمع منك المادة تحضرت ازاي؟ باختصار شديد. لو انت المادة سهلة تحضرها في معملك تشرح بالتفصيل شوية. لو المادة صاحب تحضرها في معملك يبقى تعدي سريعا بقى عليه. تقول كده ايه هو اشتغل بطريقة كذا وطريقة كذا وبعين تقول ان دي طبعا طريقة صعبة شوية في تحضير في المعمل عندنا لكن نفس المادة دي ممكن تتحضر بطرق مختلفة. يعني مثلا سيلفر مثلا نانوفورتيجidades مثلا يعني انت صعب تحضرها في المعمل من الطريقة hayaيدروسيرمن مثلا اللي هم حضرينها. او مثلا بالسولجيل اللي هم حضرين بالسولجيل او بقى اي طريقة تانية هم حضرينها بيها. اه بس انا عارف ان في طرق تانية ممكن نحضرها بيها باذن الله وممكن ازاي طريق ريك Twas او طريق كذا ممكن ان شاء الله نحضرها لكن هو في البحث ده حضرها بالطريقة دي. يبقى تعدي عليها سريعا. لان دي ما بقيتش حاجة مهمة قوي بالنسبة لهم دلوقتي. بعد كده تعرض ممكن وحد مهم. في الاغلب العام بتبقى صورة التم. صورة التم معبرة كده. وجنبها تشرح بقيد بقى ايه خلاصة الموضوع. اللي هو التم طلعت بتاعها قد كده زي ما واضح في الصورة هي مثلا على شكل آآ آآ مثلا و من ال اكس ار دي عرفنا ان كان كزا. عرفنا ان المادة طلعت معا بيور ما فيش منها اي شوائب. اه في البي اي تي تلعت مساحة السطحي كزا تلعت مش عارف معا كزا. سلايد واحدة كده بتشرح فيها هي خلاصة الكاركتراتيشن كلها. خلاص? لو انت مثلا تشغل مثلا على حاجة زي معاجة المية. البي اي تي ممكن تكون مهمة كمساحة السطح فممكن تحطها في سلايد اللي بعد منها. تشرح بالعمق اكتر شوية عن البي اي تي. لو واحد بيشتغل على الخلايا الشمسية فمثلا الاوبتيكال بروبرتز بالنسبة له مهمة. تحط الاوبتيكال بروبرتز بسلايد لوحدة. اما حاجة انك ما تقلش عن نازية. بعد كده بقى تشرح سلايد عن مؤشرات الاداء. ايه اللي بيقول لنا ان المادة نانو دي كويسة في التطبيق. فمسلا اللي بيشيل اللي بيستخدم خلايا شمسية يقول مش عارف بقى الاي في كيرف. مش عارف كانت كزا. مش عارف هم عندهم كده شوات مؤشرات وشوات معادلات بيحسبوها. يحسب لك ان الخلايا الشمسية يطلعها كويس. لو بتشيل ملوسات من المية تقعد كانت كزا. عند الفرنية عملت كزا. عند شعارف الدوسة عملت كزا. عند شعارف جده. تحكي له بقى شوية عن التطبيق. ومع التركيز على حتى الواو اللي في التطبيق. الجديد. ايه الحاجة العالية اللي طلعت معي. بعد كده الميكانيزم واحدة بتشرح فيها الميكانيزم المتصور. هو الباحث ازاي قدر يفسر النتاج اللي طلعت معي دي. اللي خلاة ت�를 متصور ان المادة ميانوالمنترية عملت شغل الكويس اللي قدام منه. دة ايه السبب؟ لهو بيموت بكتيريا يبقى إيه اللي خلت موت بكتيريا؟ لهو بيشيل مادة ملوسة؟ إللي خلّ المادة ملوسة تمسك على سطح المادة النيانة؟ لهو بيعالج لهو باستطولت مخلايا الشمسية؟ إيه اللي خلّت المادة تمتص دوء أكتر؟ او هل المادة مثلا حركت الالكتورار احسن جوا منها؟ إيه اللي للمادة تدي نتيجة احسن في التطبيق. بعد كده هل في مشاكل ظهرت معاه? ساعات الباحثين بيكتبين للمشاكل اثناء الشغل. هل مسلا لقى الاستابلتي مش مستقرة? هل لقى المادة مسلا يعني الاستقرار بتاع المادة مسلا مشغلها كخلاية جمسية مسلا لمدة عشر ساعات? لقىها مسلا ايه بتنهار اداءها مع الوقت? هل مسلا بيجربها كمادة ملووسة في المية? اول مرة شال التسعة وتسع وتسعين في المية. وبعدين جربها مسلا لعملها واستخدمها تاني هي هيها نفس العينة شال من نعم ولووسات وحطها تاني لها بتشيل مسلا من التسعين. المرة التلتي لها بتشيل خمسة وتمانين. المرة بعد كده لها تمانين. فادقها بينهار مع الوقت. فالحاجات دي ممكن تنهار عليها لان هي دي المداخل اللي تساعدك ان انت بقى تفكر في حاجة جديدة في الشغل. بعد كده الاكسترا انت بقى الجديد اللي عندك اللي ممكن تأتيبه. فانت ممكن تكلمه في حاجة زي كده. في الاخر خالص في ركومنديشنز بقى. انت مقتنع انت ممكن تقول كده. تقول انا مقتنع ان انا مثلا البحث ده. لو احنا عايزين نطور عليه. كنا ممكن مسلا نحضر مسلا مادتين نانو مع بعض. نعمل نانو كومبوسيت مسلا من كزا مع كزا. كنا ممكن نعمل كزا. كنا ممكن نعمل كزا. الحتة دي مش هتيجي بالسهل غير ما تكون قري كويس اللي فاته كله. وقري كزا بحث كويس جدا. ما تريد تتفكر بقى. الافكار الجديدة اللي بتيجي بتعمل حاجتين. يا اما انهانس يا اما بتحسن الاداء يا اما فيكس بتحل مشكلة. يعني مثلا هو لأ ان المادة بتاعته اداءها بينهار مع الوقت. فانت بتفكر في حاجتين. يا اما تتفكر في مادة جديدة تتعلي على الاداء دهوت. يا اما تتفكر في مادة جديدة ما تنهارش مع الوقت. انت عايز تحل مشكلة الانهيار اللي مع الوقت. او عايز تحل مشكلة ان المادة ادعها في الاول مش عالية قوي فانت عايز ايه تعالي ادعها او مثلا مادة غالية عايز تتطور على بديل ارخص منها وهكذا فالمشاهدين باعثين يسمعوا ان انت حتى لو الافكار مش سهل تطبيقها في المعمل عندك بس عاديين يتأكدوا ان انت عندك ملكة او مهارة ان انت ايه تقدم حل مكتقدم حتة زيادة عن البحث ان انت قريته يعني خلاص طبعا هم هيسألوك بعد كده هو فساعات من ضمن الاسئلة يقول لك مثلا ايه طب انت تابعة الابحاث المنشورة للمجموعة البحثية دي فانت لما فيه بحث يعجبك محتاج ان انت تدور وراهم تشوف الباحث اللي مشهر البحث ده مشهر ابحاث تانية ولا لأ تدور على الاستاذ اللي فيهم تشوف مين فيهم الاستاذ فالأغلب العام الاستاذ الكبير بيبقى اخر اسمه في البحث تشوف كده ابحاثهم في اخر سنتين يمكن يكونوا عاملين شغل كويس جدا برضو حتى لو مش بيطلع مع جوجل من اول من اول يعني سيرش بس ممكن تدور وراهم طبقا هم يسألوك هل ممكن نحضر المادة دي في المعمل للافكار اللي انت بتقترحها دي انت تتحضر مواد جديدة اه مع بعض او كده هل سهل تحضرها في المعمل ولا مش سهل جاوب بصراح طول والله دي كانت فكرة عندي بس انا مسلا حتة دي مش عارفها اوي يعني لسه مش عارف ازاي احضرها اوي لسه هدور يعني الوقت مسلا ما اسعفنيش ان انا ايه ادور على طرق التحضير المختلفة للمادة دي ممكن محتاج اسعى فيها شوية اقارة فيها اكتر شوية هل ممكن تنفيذ افكارك بالامكانات المتاحة هو سؤال قريب من بعده انت بتقول مسلا عايزين نعمل كزا عايزين نعمل كزا ممكن اجرب كزا ممكن اعمل كزا هل الامكانات في المعمل عندنا متاحة تقدر تستخدم فيها التطبيق ده ولا محتاج ان انت مسلا تروح مع عامل تانية ولا انت زي تفكر يعني هل هتقدر تعمل اللي انت بتقول عليه ده هو المعمل اللي عندنا ولا مش هتقدر ليه مثلا الباحث عمل مثلا اكس في اس مثلا فانت عادي جدا ممكن تقوله والله انا حاولت اقرأ الاكس في اس على قد ما قدرت لكن ما فهمتش بصراحة يعني نقطة دي ما قدرتش يا جواب عليها ما عارفتش كيه الاكس في اس هتعامل دي نقطة ما ما فهمتهاش حاولت ابحث فيها كنت محتاجة ان اقعود مع حضراتكم افهمها منكم كده يعني سواء قبل البرزنتيشن ممكن تسألهم لو في فرصة لو ما فيش فرصة يبقى سنة البرزنتيشن بقى خلاص لو هو سألك انت زي ما اتفقنا ضروري ان انت تبقى تبقى كل تبقى تبقى فاهم الباحث عامله ليه ليه ايه اللي هيخدم معي في التطبيق استفاد هو منه ايه خلاص على قد ما تقدر يعني لو معرفتش خلاص ساعة في الباحث بيبقى عنده الجهاز موجود عنده في معمله وهو بيقيسه من باب الاياس وهو بيعمل اياس وخلاص حتى لو ما لاش استخدم مباشر في تطبيق لما يعني ساعات برضو بيسأله هل انت البيبر او افكارك دي انت مدخين هتنشف مجلة قوية ساعات بيحبوا يتحدوا الطالب شوية قدام النوم كمشرفين فا يعني ان شاء الله بتفكر بتقول لنا باذن الله يعني ان شاء الله متوقع ان الشغل لو اقترحنا الشغل اللي باقترحه ده باذن الله يتحط في مجلة كويسة لو في مشكلة في يعني في النتائج بتاعتي او كده في برضو حلول تانيا قوي بها البحث ان دايما لازم تواخد بالك ان في مهارة كده ان انت تقوي نتائج متلعتش قوي قوي يعني البحث تلع مش قوي قوي المشرفين بيبقى عندهم طرق كده زي مثلا ان هو ايه يعمل كزا تطبيق تاني صغيرين مع التطبيق اللي انت اشتغلت عليه ويسمي عنوان البحث من فوق ان المادة دي متعددة للاستخدامات عملت نتائج كويسة في التطبيق اللي انت اشتغلت عليه وبعض التطبيقات الاخرى كمان اتت نتائج معقولة فيها او كده فتنوع التطبيقات بيساعد ان البحث يبقى اقوى ممكن بيبقى عندهم حلول ان انت ما تقترحش مثلا مادة واحدة بس اللي تعملها انت تقترح مادة واتين وثلاثة عشان لو حاجة ادت معاك كان بها حاجة ما ديتش يبقى تجرب نواد تانية اوها كزا في كزا طريقة ان انت ايه تحاول تنقص بها الدنيا لو اللي اخطر لها النتائج ما تلعتش ايه زي ما انت كنت بتأمل يعني او كده. اخر حاجة بس نبهك اليها ان انت اه لازم تتدرب قبل البريزنتيشن يعني انت حاجة وافكارك حاجة دانية. انت يعني في ذهنك اه متخيل ان انت معاك معلومات وقاري وعارف لكن ساعة التنفيذ على الارض الواقع ممكن تنفسك متوتر الان صوتك مش طالع فانا انصحك ان انت ممكن تنفسك تعمل حاجة زي انا بسجل هنا على برنامج زوم. انت ممكن تفتح لنفسك اه ميتينج على زوم لوحدك وتعمل ويعمل شير سكرين كأنك قاعد في اجتماع مع نفسك. زي ما انا انا دلوقتي اعمل اجتماع لوحدك. وآآ اتجرب اتكلم كده مع نفسك في بتاعتك. اشرحها مرة اتنين وثلاثة في الاول حتلاقي نفسك عمال تقول آآ وكلام بيروح منك وافكارك روحت وتوتر وقال الآن. بعد كده واحدة واحدة بتتعود وبتلاقي نفسك ايه جاهز ان شاء الله انك تتكلم. آآ في حاجات بتعطلك. اشهر حاجتين انا اعرفهم. طلب الكمال او الرغبة في انك تبهر المشرفين عايز يعني بقى ايه يتقال عندك ان انت الشاب الواوي يعني اللي عمل اللي محدش عامله قبل كده. واحاول تبقى عن موضوع البروفيكانيزم ده لانه بيعطل الدنيا جامد يعني. انت اكتهد واعمل عليك واستعين بالله عز وجل وقدم اللي عندك. وربنا يصلح لك. مزيطلبش الكمال كلنا بيتراجع علينا وبيننتقد. ولو انت عملت بريزنتيشن مفهاش غلطة. ده حقيقة اللي بددك. ممكن المشرف يضايقك اكتر. ساعات بيحصل كده والله في الدنيا يعني. فهو المشرف لازم يقول له دور معيك ولازم يوجيهك ولازم يساعدك. فانت طبيعي ان انت خبرتك محدودة جدا. فطبيعي انك تغلق. وانت اصلا بتتعلم. يعني انت عفتفضل عمرك كله بتتعلم. مش حد كبير على العلم. تاني حاجة اللي هو ان انت تبقى حس ان دايما شغلك مش كويس قوي. ان انت حس ان انت يعني شغلك ضايع وان ان انت مش عامل شغل كويس او كده. دي كلها بتبقى يعني ايه نقدر نسميها بعض العوائق النفسية اللي في الشغل. لا استعين بالله عز وجل حط مجود كويس. واكن الله عز وجل ما تقللش من شغلك. لا تقلل من شغلك قوي ولا تطلب الكامل قوي. هما الاتنين للأسر مرتبطين جدا ببعض. يعني فيه ناس تبقى عايزة الشغل الكامل قوي ويفضل يحقر من شغله ويقلل من نفسه وكده. بلاش الهتتين دولة. يعني حاول تتجنبهم خالص اي بد عنهم خالص يعني. دي افكار مش وقعية ومش حقيقية في الدنيا. بس احنا لغاية هنا نعتبر خلصنا الفيديو. فيه بس بعد المراحلات السريعة في الاخر اللي عايز يعني يكمل. انه ما تنساش ان انت الوقت دايما بمحدود معاك. فانت بتحط مجهود وتعب طبعا في بحس معين من الابحاث اللي تستاهل الشغل ان انت زي ما اتفقنا في بحس معين انت بتنقش معهم بالتفصيل. لكن بقية الابحاث تانية انت محتاج تعدي عليها وتقرأ سريعا. محتاج برضو مهارة ان انت ايه تتعلم تطلع المعلومة بعمق. بس في نفس الوقت تاخد بلك من وقتك يعني. ما تضيعش وقت كتير. فانا بفكرك دايما انه اجهزة التوصيف هي دايما اللي بتعطل الدنيا. يعني في الاغلب العام اللي بيسمع القناة دي او بيتفرع القناة دي بيبقى متمكن من من تطبيقه. بس شغل ما هو دي انه هو الجديد عليه. فانا عايز افكرك دايما ان انت اي كيرف توصيف فيه شوية معلومات اساسية انت داخل تاخدهم منه وخلاص. مثلا كيرفل XRD انا متعاود اذاكر كده كياسي. ان انا اي كيرفل XRD اقراها عند اي باحث انا متعاود او مستني حاجة معينة. فيه استنبا معينة كده بيتكتب بها كيرفل XRD. سواء الباحث ده التزم بالاستنبا دي او مالتزمش. بس انا ادخل بدور عن الاستنبا دي في الدماغي. عشان انا كمان لما جي اكتب بإذن انا كده انا بكتب بالاستنبا دي بزهن. انا يعني في مجموعة كده جمل انا مستني اكتبها ومستني اقراها وانا بذاكر. علشان تسهل علي عملية الاراة والاطلاع وعملية الكتابة بإذن للا ما الشغل ياتي. فالXRD انا مستني جملة بتشير الى الفيجر. يقول لي مثلا فيجر كذا كذا بيوضح الXRD بتاع عينات كذا وكذا وكذا. تاني جملة مستني يحددي البيكس يقول لي البيكس يقول لي البيكس اللي عند تو سيتاف كذا وكذا 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 بتقابل البيلينز كذا وكذا وكذا وكذا. حتى لو ما رسمهمش على الرسمة مش مشكلة بس يشرحهم لي كجملة. تالت جملة ومستني منه يقول لي هو قارن قارن ده مع انه كارت. كارت رقم كام او قارنه مع انه بحثة او كده. ممكن مش شرط يحط لي جملة دي صريحة ممكن يحط لي هنا ريفرنس. يقول لي البيكات دي تنظر البيلينز دي وفي ما رجعنا وتبقى رجعنا وشتتأكد ان انا قارنتهم صحة مع بعد. كتر خير وانا في الاخر يهمني هو قارن الكيرف ده مع مين? رابعة حاجة الكريستاليت سايز حسبه ازاي? وتلع بكم معي. اخر حاجة لو في اكسترا بيكس لو في بيكات زيادة ممكن هو يشير اليها وممكن لا يشير اليها انا هبص عليها في الكيرف ادور عليها بيعناية. اشوف كده سجم في كيرفات زيادة بيكات زيادة انا اسف ماتكلمش عنها ولا لا. فده مسلا مسالة هوت لكيرف اكسر دي بغض النظر ده كيرف بتاع ايه? دي الجمل اللي قدام مني انا داخل ادور يعني يعني شايف الرغي الكتير ده كله بمناسبة يعني يعني عادي انا مش يعني مش بعيب الباحث اللي كده بالكلام ده. بس انا بقول لك انه شايف كلام كتير ده كله انا ما يهمكش يعني ما تقلقش منه. تدخل ادور على حاجات معين. ادي اول جمل هي. فيجر رقم تلاتة اهو ريحنا على طول. فيجر تلاتة بيوضح الاكسر دي بتاع كل العينات اللي تتحضر. خلاص ادي اول جملة نبستنيها. في جملة بعد كده قال انه وقارن مع الكرت رقم كذا. كتر خيره. اوه عرفني هو وقارن معاني كرت رقم ا consortia كتب تلات جمله انا مستنيها هو كتبها تاني جملة. ما فيش مشكلة خالص. كتر خيره. بعد كده هو بيقول لي ان البلينز اللي عند التوثي تاكازا وكازا وكازا بتنظر البليينز كازا وكازا وكازا وكازا. كتر خيره. بعد كده ادي المعادلة ادي قدي وصفها. قدي كريستلايت سايز. بطر خيره. وفي وسط الكلام هنا قيل انه مفيش اي بيكات زيادة طلعت معاه. العينة النقية مفيش اي بيكات زيادة مفيش اي حاجة تعكس ان هو ايه. تي حاجة مش غير مرغوب فيها طلعت معاه. قدي كده المعلومات كلها انا كنت مستنية. يبقى دير خمس معلومات. لقيتهم وسط الرغي ده كله. فعادي مفيش مشكلة خالص. ده اللي حين ندور عليه باستمرار عشان ننجز. وده لانا بلخصه نفسي. لما اجي زاكر كيف زي كده ما عدتش قدام منه بقى نص ساعة وافضل اقوم وارجع واعد وبتعلق. اه في عمق في القرية بس برضو في وقت لازم نرعي. العمق بيجي مع بحث واحد او اتنين او اول كان بحث لنا ايه بقوي نفسي بيهم. بعد فترة لازم ازاكر. لان انا زي ما قلت لك انت ممكن بداية رسالة المجلسير بتاعتك. مسلا بثلاثين اربعين بيبر تقراهم. ده على الاقل يعني. عشان بس توقف على الفيجر. تاني جملة بيبتدي يوضح لي البيكات بقى يقول لي الفلانية بتاع كس الفلانية الفلانية. ممكن كزا في جملة واحدة ممكن كل جملة زي ما هو عايز ربنا يا هوفاه. بعد كده يهمي ان هو اطلع بيه هو لي رسم لي كيرف. انا اسطفدت ايه من الكيرف اللي هو عامل ب Иد'ا? عايز يزبت مسلا وهو متخوت الماد النوميتريا بتاعسه. عايز يزبت ان ما فيش مادة عضوية بتحو beastsعلم ايه نوعية المواد العضوية اللي موجودة. في حاجات كتير زي كده هو. فمسلا ده برضو كيرف هوت مكتوب للFTIR. برضو دي الفكرة اللي مندار عليها. هو انهوت اشار الى الفيجرة هوم بين قصين. ما كتابلوش جملة مستقلة. مش مشكلة. ادي فيجر كزا كزا هو بيوضح الFTIR. بدأ يمسك معك بيك بيك من انهم يتكلم عنها. وفوسط الكلام بيّن ان هو لأ جروب نيتريت. النيتريت دي 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 اسمها هدف الFTIR. يعني هو رسم الFTIR عشان يقول لك انها طلعت معنا اليتريت. اليتريت دي جزء مهم في الشغل. فهي دي المعلومة الاخيرة اننا باستنيها. ان هو عايز يزبط بس ان فينا اليتريت تتكونت معي. بس. فدي الفكرة البساطة. اسمه تم والإديكس زي ما اتفعنا. انا با مستني جملة تشير الى الفيجارات. جملة تشرح لي المورفولوجي تقول لي انها على شكل سفيرز مثلا على شكل كزا على شكل كزا. جملة تشرح لي ممكن في نفس الجملة او جملة تانية يقارن مع الاكس ار دي. ولو هو ما قرنش اقارن انا. اشوف والكريستاليت سايز اللي علاقة منه ما عامل ازاي. وبعد اليتكس عشان يوضح لي ازا كانت النقاة بتاع المادة هل في اي شوائب معها ولا ما فيش اي شوائب وها كزا. انا برضو هتلاقي امثلة اهي. ادي صور سيم وتيم وكده. وبعد كده هتلاقي ايه? الشرح بتاعهم. هو برضو لما اتفعنا لما اقرأ الكلام ده كله ما ما يهمنيش. انا في الاخر اهيه. جملة بتشير الى الفيجر. وبعدين جملة بتشرح لي الشكل بتاعهم. وجملة بتديني السايز. هو هنا ما قارنتش مع الاكس ار دي مش مشكلة اقارن انا. ادور انا بقى اشوف اهو الاكس ار دي كان عامل ازاي. زي ما قلت لك فكرة الاستنباط دي بتساعد كتير ان انت تبقى فاهم كمان انت هتكتب ازاي لما تطلع لك فيجراتك دي. تبقى معاك كده بتعيد كده الجملة. تبقى عارف انا بسلا ايه مساكت فيجر السم اهو. انا خلاص بطلع الايه كده انا عارف انا انا حكت بجملة اسمها كزا. بعد كده احكت كلم عن جملة عن بعد كده عايز اتكلم جملة عن ده بيريح كتير عشان حتى الزمن اللي بيجوا يكتبوا ما يحصل لهمش نوع من انواع اللي هو ايه اه قفلت كده الدنيا معا مش عارف يكتب والدنيا واقفة معه كده. البي اي تي نفس الفكرة انا ما مستني اول جملة بتشير الى الفجر. تاني جملة شكل الايزوثيرم ونوعه والهايستيرس سلوب دي ونوعها. الجملة اللي بعد كده البي اي تي تلعت معا كام? تلع مسلا كام متر مربع بيرجرام? والجملة الاخيرة البور سايز تلع معا المسام قد ايه. ايه بقى معلومات زيادة قد ترخرهم لكن دي لايه الحد الادنى من معلومات انا ما مستنيه جوة البي اي تي. اه ازيتا سايز وتنشل نفس الفكرة. الكيرف انا ما مستني جملة تشير الى الكيرف. جملة قولي الهايدرونامك سايز تلع بكام? مسلا يقولي ان هو فيه سايز تلع معا قد كده وفيه سايز تلع معا قد كده. جملة تقارن مع التيم. يقولي انه ده قريب من التيم فده معنا ان المادة او ده بعيد عن التيم كبير قوي عن التيم فده معنا ان فيه اجلوموريشن حصل وهكذا. ساعات بيشير الى الاتنين بيتقسب نفس الجهاز. فممكن يقولك البوتنشل تلع قد كده. يعني ايه كالترخيو. فالاخير ده بس اللي منه. انت ايه? يبقى في دماغك جدول زي كده او تقدر تبقى ملخصه لنفسك عشان لما مشرفينك يسألوك تبقى انت فاهم الاجابة. لما يجي يقولك انت هم ليه عاملين الهايدرونامك سايز? تقدر ترد. هو ايه اللي استفادوا من زيتا بوتينشل? عمل معا ايه في التطبيق? فلو انت بتشير ملاوسات من الماء ده مهم جدا. لو المادة على سطحها شحنة موجب. وانت الملاوس بتاعك عليه شحنة سالب. فده هيحصل تجازب الاكتروستاتيكي وتقدر يساعد ان الملاوس ده ينفصل عن الماء ويمسك راسات حي المادة بتاعتك. وهكذا. فضروري انت تبقى فاهم كده التوصيف ازاي بيخدم التطبيق. دي دي الفكرة بمنطقة البساطة. آآ جدولتكم نكرمنا عنها وابل كده ما مش هنطيعها في وقت ان شاء الله اكتر من كده. دي بس ايه المعلومات اللي انا عرفها والمشكلات زي ما قلتلك اللي انا شفتها. آآ خلاصتها دايما انه الطالب بيبقى جاي جديد وده حق. وطبعا ما بيبقاش عارف ازاي يقرأ ابحاث. لما تتعلم زي تقرأ البحث كويس بفهمه وبعمق هتتعلم زي تتكلم عنه في وتعرض نفسك قدام الدكاترة. تاني مشكلة دايما بتبقى في مهارات العرض انه هو بيبقى هلقان او خاف وكلنا بيحصل معنا كدهات. كلنا بنترعب. انا اللي بكلمك دلوقتي لما بدخل الانترفيو مثلا لأي حاجة يعني شغل او حاجة او كده ببقى مرعوب وبتدوز مني الدنيا في كزا جزء جوه الانترفيو وببقى متوتر جدا بتحصل معنا كلنا يعني. والواحد بيحاول استعيم بالله ازا وجل ويعني ايه يعني احنا مش بنكابر وانا بنباغ يعني ده بيحصل معي فعلا يعني. فانا بنصحك بس عشان ايه ما توقعش كافس الاختال اللي انا بقع فيها يعني. حاول تتدرب اكتر من مرة. وعادي جدا توقع انت ده متوتر خصوصا اول دقيتين تلاتة مش مشكلة. ما فيش اي مشكلة خالص. لكن ايه ما تخليش التوتر ده يمنعك ان انت تعرض المعلومات اللي عندك. وما تزعلش من الانتخادات انت طبيعيا انت كتر يسألوك ويتعملوك ومعتنش انها اي مشكلة خالص يا. انتفقنا. لو في برضا اي حاجة ان شاء الله ممكن نتناقش مع بعض في الكومنتات او بطرق التواصل مختلفة في الاميل وفي الواتساب لو في اي حاجة ان نقدر نتناقش فيها. يعني برضا امأكد عليك المرة التانية ده اللي انا عرفه وده اللي انا شفته في الدنيا. في مشرفين تانيين ليهم طرق تانية. في مشرف يحب الاطالة. يقول لك اعمل لي عشرين بريزنتيشن ولا يهمك. في مشرف عايزك تعرض له كل في البحث وتتناقش فيه بالتفصيل. دول من المشرفين يعني بالهم طويل ربنا يوفقهم. لكن في الاغلب العام اللي انا شفته. المشرفين اللي بالهم طويل كده بيقوا في الاغلب العام. الجداد لسه في الشغل لسه مثلا بخلص دكتوراه قريب او كده. وعنده صبر وطولة بال. وفي الاغلب العام لو هو النوع ده من المشرفين موجود معاك انت مش تحتاج تصفرج على فيديو زي كده اصلا. هو هيكون شريح لك وعايز منك ايه وكده فانت اغلب يعني اللي بيشوف القناة دي بيبقى عنده يعني العيب الرئيسي عنده من المشرف يعني سعيب او كده. لانه مشرفين طبع مشغولين وكده وتتخرهم يعني برضو في الاخر. وان كان كلنا ببقى محتاجين توجيه ورعاية وكده لكن ده اللي بيحصل يعني. بس دي الفكرة كلها ببساطة. اه لو في حاجة برضو ان شاء الله تابع كومنتات نتنعيش فيها مع بعض رو في حاجة تانية ممكن نعمل فيديو تعقيب على الفيديو ده لو فيها حتى تانية نقصة ما كلمناش فيها وكده. بس ربا ياسر ان شاء الله الرحمن عنده. بس شكرا جزيلا ان شاء الله. نتكمل ان شاء الله الفيديو اللي جاي. شكرا.